اشتركوا في القناة مستغلين هفة السلطات وعدم المراقبة كما ان المجزر العمومي باب برد لا تتوفر على بيطري يراقب الدبائح فقط هناك مستخدم بالجماعة يقوم بالطبع الدبائح وهذا عمل مخالف للقانون المجزر تتمد على زيارة اسبوعية من طرف بيطري يأتي يوم فيها الاسبوع مع العلم ان باب برد تعرف حركة تجارية ضخمة في قطاع اللحوم وهذا ما يجعل صحة وسلامة المستهلك في خطر ورغم عدة مواضع المطالبة في توظيف طبيب بيطر في الجماعة فلا من يحرق ساكنا وسبق لسكان المنطقة ان طرحوا المشكل على السيد عامل قريم شفشون في الاجتماع الاخير ولكن لحدود الساعة لا جديدة في الموضوع وتبقى صحة المستهلك في مهب الريح كما تطالب الساكنة من السلطات المحلية بفتح تحقيق شامل بخصوص بعض المحلات للذبيحة السرية التي باءت تمارس مهمها بشكل يومي مستغلة هفوة السلطة شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن